أستاذ المعتز حاجل حضرتك أنتو بتختتموا الحملة الرئاسية أو حملة الانتخابات الرئاسية بين النهاردة 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 في مؤتمر في الجيزة النهاردة في مؤتمر في مسقط رأس المرشح عبدالساند يمانا مش كده ولا مؤتمر شعبي مفتوح ولا أيضا مؤتمر شعبي مفتوح طبعا مفتوح ليه كانت معظم اللقاءات بتاعة عبدالساند يمانا في قاعاته المغلقة يعني يعني هما كانوا أخدين القرار هنا أن هما يعملوا في قاعات مغلقة أنتو برضو أخدتوا هذا القرار وبعد كده القرار ده اختلف مؤخرا بالزبط أن في مؤتمرات شعبية تمت للدكتور عبدالساند في عدة محافظات وزي ما حضرتك قلت هو بيختتمها النهاردة في مسقط رأسه في الجيزة إنما هي البداية كانت طبيعي أن برضو لسه كل الناس في الحملة بتجس نبض الأرض زي ما بنقول فطبيعي بقالنا فترة مثلا يعني ما جربناش انتخابات رئاسية تمام فبيبقى لسه في جس نبض لما لقينا استجابة كبيرة من الشارع طبعا بتاريخ حزب الوفد الناس كلها متشوقا يكون فيه مرشح لحزب الوفد ممارسة السياسة بتاعت حزب الوفد اللي لها شكل منضبط زي ما قلت لحضرتك حتى وهو في جبهة المعارضة هو بيعارض لمصلحة الدولة هو بيعارض بشكل مختلف هو بيعارض في الوقت المناسب هو بيعارض بطريقة معارضة قد تكون مختلفة عن أحزاب المعارضة الأخرى كل واحد فينا بيقول أنا بيعارض طريقة مختلفة عن أحزاب المعارضة الأخرى ماشي ولكن عود بك إلى الأساس في الموضوع كله ما الذي يقدمه حزب الوفد وانتو مستعدين لإيه في الفترة الأيام القادمة إيه اللي حيحصل يعني هما كلهم شرحوا الحملة بتاعتهم كانت مكونة من إيه انتو عندكوا اشرح لي إحنا كان عندنا يعني المؤشرات جات بينا من ساعة تصويت المصريين في الخارج فحسناً المؤشرات دي قدت نسبة تفاقل كبيرة للمرشح بتاعنا دكتور عبد السند ما خدناش يعني ما فيش أي ملحوظات عن تصويت المصريين في الخارج فيه كبول كبير على الدكتور عبد السند وعلى حزب الوفد نفسه يعني فكرة إنه يكون فيه مرشح لحزب الوفد في انتخابات الرئاسة الناس كانت متشوقة لحاجة زي دي يعني أنت اللي يتي بتلعب أكتر على شخصية حزب الوفد وليس شخصية المرشح أنت بتلعب على التاريخ أكيد طبعا التاريخ ده حاجة كبيرة جدا الناس كلها لما شافت الدعاية الإعلان وطبعا ده جزء منه أكيد ما حدش هيجي على رأس حزب الوفد إلا إذا كان قيمة كبيرة زي الدكتور عبد السند ولكن قرس حزب الوفد هو قرس كبير شرف لأي حد يكون ينتمي له